السلام عليكم كيف انتوما لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كمين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شهيوات مع ايمان صلوا علينا بكيف ملعدها عندنا بدأوا الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غدي نتقسم معكم اليوم غدي تكون واحد الوجبة سهلة سريعة جدا غدي نحضروا بيتزا بدون عجن بدون ذلك بواحد الحشوة اللي انا اكيدة غدي تعجبكم حشوة اللي مميزة على الحشوات اللي كنعرفوه او للبيتزا اللي كنعرفوه في الغالب كذلك غدي نتقسم معكم واحد صلاطة سهلة سريعة خفيفة اللي تقدروح تهية تحضروها وترفقوها مع هاد البيتزا هاتي فكنت منها الاقتراح الدليوم ينالوا الاعجاب ديركم منزيتش نطول عليكم كتر دوزوا مباشرة نشوفوا المقادر وطريقة تحضير كيف ملعدها فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله غدي نحتاج في الحشوة ديالبيتزا عندي واحد الحبة ديال البدنجان او بودنجان حبة غير متوسطة مع الحبة كبيرة ديال الفلفل احمر سعملوا اي نوع ديال الفلفل طبعا تمام توفرين عليه وعندي هنا يا جوج ديال مطيشات قدروا تستعملوا حتى ثلاثة ديال مطيشات اذا كانوا صغارين اخضيت ديال الحبة ديال البدنجان او بودنجان ومع ديال الحبة ديال الفلفل دخلتم من الفرن باشي تشووو انا ما عنديش ديال بوطا غاز اللي كتشعل عندي ديال مهم عندي ديال الدوفا ما كتصلح لشي انا نشوي فوق منا هادا الانواع ديال الخضراء فدخلتم من الفرن تشووو حتى هما كيجيون زيانين بالنسبا ديك مطيشة فان حييت للقشرة دياله وزرعة دياله وقطعتها صغيرة كيفما شاهدتم معايا بالنسبا هادا الفلفلاء والبدنجان غطيتم بديك الورق ديال الفرن باشي يصهادوا معايا وتحيد لديك القشرة ديالهم بكل سهولة سافينا غادي نحيد لهم القشرة ديالهم وغادي نقطع هاد الحبة ديال البدنجان صغيرة كتكون طيبة زبدة ما كتاخدشي معاكم الوقس طويل في الفرن وطبعا اذا بغيتوا تشويها فوق بوطا طبعا كيبقى لكم الاختير وكتجي مزيون هادا كتجي في هادا كلماء ديال الشواء كتجي مزيونة يعني اللي بغيتو صاف هنا مبعد ما قطعتها صغيرة كنحاول هادا نقطع هادا وغادي نقطع تديك الحبة ديال الفلفل تهي صغيرة هنا ياخدت المقرة ديالي فوقنار متوسطة عمت فيها شوية من زيت الزيتون غادي نعمل فيها مباشرة اخواتي من خليوشي الزيت حتى تسخن يعني غادي نعملوا الزيت ديالنا في المقرة زيتون باش متحرق معاكم عملت فيها ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم اللي بتوسطين حكيتهم غادي نخلي مغي شوية في حالك يسخنوا غي شوية مع ذيك الزيت في حال هاد الشكل هادا مباشرة غادي نعمل فوق منهم ديال المطيشة اللي عندي مقطع صغيرة مطيشة حييت للزريعة ديال وقطعت صغيرة فاحنا ما بغناشي التوم تحرق مع الزيتون ما تجيشين زيانة كيف ما ذكرت معكم نعملوا ديال التوم والزيت بقى عنا بردة كنخلي واغي شوية كتسخن مع ذيك الزيت كنمضع مباشرة مطيشة وهناي عندي واحد الكمياء ديال المعد نصو القصبور اللي عندي مقطعين صغارين وغادي نزيد التوابل بالنسبة للتوابل غادي نستعمل الملح اللي كيبقى على حسب الضوق وغادي نستعمل الفلفل الاحمر للتحميراء او للبابريكا واحد ملعقة متوسطة صافي وبالنسبة ان هاد الفلفل الاحمر الحار كيبقى اختياري استعملت واحد رأس ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر الحار سودانياء الشطة وزيت واحد الملعقتين من صوف طماط الجاهزة اذا عندكم مطيشة الحك المركزة فاستعملوها في حل في حل بالنسبة للكامون اخواتي ما غادي نضيفوش في اللول حتى الاخير عاد نضيفو باش ما كيطلق ناشي المرورة ديالو فدبا كنظن عرفتو نيشني كنحضر 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 زعلوك ديال البدنجان زعلوك ديال البدنجان هو اللي غادي نعملوه في البيتزا ديالنا يعني كحوشوة ديال البيتزا اذا كنتوا من عشاق ديال البدنجان هاد الفيتزا غادي تعجبكم بزف وحتى بالنسبة لاطفال ديالكم اذا ما كيكلوا لكم شيء يحسوا شي به وكيف ما كنعرفوا الاطفال كي يحمقوا على البيتزا فحضرواها لهم بهذا الطريقة هاتي هنا يا اخواتي بعد ما محزت ديك مطيشة مزيان نار عندي متوسطة يعني حتى تكطيبوك الدب تماما ما كيبقوش القطع دياله بينين ضيف ديال البدنجان اللي كنت قطعت وكدالك ديال الفلفلاء فنفس الطريقة ديال زعلوك ديال البدنجان يعني حتى تقدروا تحضروا بهذا الطريقة وتتقدموها كمرافقة للاكل الأكل طريقة التي تقدموها لزعلوك وصافي غير أنا غدي نحضروا كيف ما ذكرت معكم كحوشوة ديال البيتزا خليت الحوشوة ديالي اخواتي لان ارمتوا تحتك تنشف تماما ملماء كيبقى فيها غير ديك الزويتا اخر شيء نضيفه هي ديك الملعقة الصغيرة ديال الكامون ما تكون شي عامرة بزاف غير ملعقة صغيرة صافي نحرك واحد تحريكة خفيفة وكتكون عندي الحوشوة صبحت جاهزة بالنسبة للعجينة ديال البيتزا سنستبدلوها بخبز ديال الطوست خبز ديال الطوست اللي حييت له ديك الحشيات دياله او ديك الحواف دياله وغدي نصرحه غير شوية ماشي بزاف هني غدي نستعمل الورق ديال الفرن باش يجيني سهل وصافي هني غدي نطيب فيه اذا ما توفرتوش اللي هم غدي تسرح الخبز ديالكم عادي فق سطح العمل وصافي غدي تتعملون بنفس الطريقة يعني ما غدي تلتسقوا معكم احتشي حاجة غير انا كنفضل انا نستعمل الورق ديال الفرن سوف يبدأ نسرح في الوكوز غدي نسرح اربعة باربعة ولكن سوف يتسرح واحدة مر واحدة مكن نسرحهم شي بزاف غير شوية وصافي بحل يكن نضغطو اليوم شوية وصافي مكيبقوش هيديك على شكل خبيز سافي هنا مبعد مساليه اخواتي غدي نبدأ لصق واحدة مع واحدة وش نحصل على واحدة فحل عجينة هنا عندي خليط ديال طحين مع الماء خليط دقيق مع الماء سوف نضعه على هذا الشكل غير كمية بسيطة ونضع فوق منه واحدة شريحة ديال الخبز ديال الطوست هذا الخليط ديال الماء والطحين كي فكسي او كي لسه كنا الخبز مع بطيتو وكتجي كأنها شريحة واحدة كأنكم استعملتو خبزة واحدة او لا في حالي استعملتو العجينة بعدها في الاكل ديالا كتجي في حالي استعملتو البط بيزا ولكيم بواحد القرمشة واحد القوام اللي هو رائع جدا هذا الاقتراحات في حالي ديالك ينفعوا بزاف بالخصوص هيدا كواجبة عشاء الأخوات العاملات اللي ما كيكون شي عندهم من الوقت أنهم يعجنوا ويخلوا العجينة تختمر فهذا الطريقة سهلة وكتجي النتيجة اللي هي رائعة جدا سوف نستعملوا عن الكمية اللي تبغيوا على حسب الحجم ديال البيتو وعلى حسب السينية ديال الفرن ديالكوم تدطلوا السقو الخبزة مع بعطيتكم مع بعطيتهم عفوا على حسب السينية ديال الفرن ديالكوم سوف يملك اللسقهم كامين كندوزوا حتى تدويزة خفيفة فوق منه بشكل السقو مزيان مع بعطهم سوف نشاهدوا معي كن حصلوا الى هاد النتيجة هادي كيبقوا لسقين ده ما غادي نبدا غادي نوضع بعد هاد الخبزة او هاد الخبزة في السينية ديال الفرن وغادي نبدا نعمر كيف ما اذكرت معاكم الورق ديال الفرن ماشي ضروري أخواتي تقدروا تدعوا بهذا تقوموا بهذا العملية فوق سطح العمل مباشرة وتاخدوا الخبزة ديالكوم وتعملوهم في السينية ديال الفرن ما غادي يلتسقوا لكم محتى شي حاجة سوف نعمر دباب الحشوة ديال البودنجان او البدنجان صراحة انا دائما فيما كنحضر معاكم وصفات ديال البودنجان كنقولكم انا مين عشاق هاد النوع ديال الخضراء كيجبني ودائما كيجبني ندخلو في الاطباق ديالي هيدا كحشوات ديال الفطائر كحشوة ديال البيتزا في السلاطة يعني شلاطة ديالكم في اي حاجة كيجبني ندخلو سوف نزيد واحد العلبة ديال الطان تقدروا تستغنو عليها اذا ما بغتوشي تستعملو الطان استغنو عليها تقدروا تضيفو الكفتة اللحم المفروم اللي تسوطوها او تشحروها شوية غيم عزويتا وشوية ليال الملح وليبزار تسوطوها شوية في المقلة وتوضعوها فوق الحشوة تلك الفتاك الجلدي ديال بزاف واخر شي طبعا غادي نزيد الجبن نستعمل جبن مداريلا بالنسبة للحشوة اخواتي تقدروا تعملو الحشوة ديال بيتزا العادية اذا ما بغتوشي تستعملو هذه الحشوة كيبقى لكم الاختيار غير اي انا كان ناكد لكم هاد الحشوة جتلديدة غادي نزيم بهادا الزيتون زيتون كحل سوف ندخل الطيب في الفرن اللي عندي كنكي سخون من قبل على درجة حرارة ميتين درجة في اللويل كان طيبوها غير من الاسفل واحد خمسة ديال بقايق حتى من ثمانية ديال بقايق مهم حتى تتحمر شوية غيش ويا سبدا تتحمر من الاسفل من بعد زيت شاعتنا من الاعلى باش دبديك الجبن متحمر وخرجتها دبا خدي نحضر معكم واحد صلاطة هي سهلة سريعة وهو صلاطة لي بسيطة تقدروا ترقوها مع البيتزا ديالكم او لا مع اي اطباق بغيتون توم خديت هنا واحد اربعة ديال الحبات ديال البيض اللي سلقتم خليتهم حتى بردوا شوية غادي نحيد لهم قسمتهم على ججو غادي نحيد لهم هاد الصفار ديالهم في الوسط بالنسبا هاد البيض غادي نزيم بها الصلاطة ديالي صافي دبا غادي ننمعس اولا نهرز هاد الصفار ديال البيض بوحد شوكا غادي نضيف عليها عندي واحد علبة ديال الطون اللي حييت لزيز دياله طبعا وغادي نضيف على هاد الصفار ديال البيض غادي نزيد كذلك واحد شوية ديال السوريمي او لباليتوس دي كانغريخو اللي قطعتهم صغار الرقاقين بحال هاد الشكل هادا طبعا تقدروا تستغنوا عليهم تكتفيوا غير بالطون كورنيشو اي الخيار المخلل اللي تقطعواها صغي وارتحوا كوه تواكي جمزي ومبزاف عنا غير متوفرتش علي هنا اخواتي زيت شوية ديال الملح وحد الرشغ فيفا ديال الملح ورشغ فيفا ديال الفلفل الاسود اي اللي بزار غادي شوية ما تكتروش بزاف وغادي نجمع بالمايونيز الاخوات اللي عايشين في اسبانيا حاليا كان اخوض هذا المايونيز من ميركادونا انا كنحضره في المنزل ديالي كنحضر بيض دي طبعا غير بعض الاحيان كان نعجز واناخوات اللي مهتمين طبعا تقدروا تحضر ربيضكم كيفما كنت سبقلي وقسمت معكم عندي في القناة سوف نحضر مجمع المايونيز مزيان سوف نحضر 1 ملعقة ونعمر الوسط ديال هاد البيض هذا بحال هاد طريقة هاد الحشوكة تجلي دا اخواتي تقدرو كيفما كنت سمعكم تصغنوا على ديك سوريمي او ديك باليتوس ديك انجريخو سوف تستبدلوهم بالكوفيت اي القمرون تسوطيوها شوية تقطعوها رقيوق او تكتافيو غير بالطون اي تونة مع الصفار ديال البيض مع الكورنيشو اي الخيار المخلل تقطعوها صغير اللي بغيتو تضيفو تضيفو وجمعوا مايونيز ديالنساخ مبارو تسوفو يولا باستماعثanya مايوني blir هاد خيار فيصف يومي يمن GLI نخدم فوق النار اخواتي النار اللي تكون عالية باش نسوطيهم بسرعة نحيدهم القشرة ديالهم كي يجيون بني بحال هات الشكل هادا ونزيهم بهم هاد الحبات ديال البيض بحال هات الشكل هادا صافين بعد ما ساليت غادي نجيب دبا طبق ديال الصلاطة اللي غادي نقدم فيه عن غادي نعمل فيه شوية ديال الخاص اللي خصلتو قد تحتو صغير طبعا شلادة عادية أخواتي مع واحدة جدي الحبات ديال المطيشة قطعتوهم على شكل طولي خليتو بالقشر ديالهم وذيت واحد شوية ديال البصل طبعا تقدرو تستاغنو على البصل اذا ما كاعجبكم شي في شلادة ديالكم اي الصلاطة ديالكم تقدرو تضيفون الخيار تقدرو تضيفون الزيتون ضيفون الجبن ديال السلاطات زيدو اللي بغيره الدراء المعلبة اللي بغيره انا هاد الشي اللي ساعملت يعني شلادة عادية ديال مطيشة وبصلاء والخاص نضيف حشوة نضيف حشوة نضيف حشوة نضيف حشوة نضيف حشوة نضيف حشوة نضيف نضيفها في فوق الخضراء نضيفها في طبق التقديم نضيفها في طبق التقديم نضيفها بالنسبة لحشوة تقدروا تعمرها بالحشوة العادية بطن و كفتة و كوفيد نضيفها في طبق التقديم ينادي باقة سخونة كي كنوا هادوما الأطباق كي كونوا هادوما الأطباق يحدرت معاكم بيتزا سهلة سريعة بدون عجن و كذلك سلطة الية سهلة سريعة و كتجليدة بما أنه كتحرفنا بزف أخواتي بالخصوص في العشاء نحضر العشاء الغضاء يجب أن يتحرف الأطباق العادية الاقتقليدية المعروفة وصفية أما في العشاء يجب أن يريد شيئا خفيفة فأنتمنى يا ربي الاقتراح حتى اليوم يكونون الاعجاب والاستحسان هذه البيتزا كيف تأتي أخواتي بالخبز كأنكم حضرتها بالعجين شاهدوا معي القوام حمرة من الأسفل كيفما شاهدتم معي كيفما اتكرتم معكم سبقوا للطيب من تحت والاولاني بشكل الخبز يتحمر شوية نزيد ونشعله من الفوق بسرعة يتحمر وهذا هو البيت والاقتراح اليوم يكون لأعجاب الاستحسان وإلى الفيديو القادم إن شاء الله تعالى وليفرسكم بزب وبسلامة شكرا شكرا شكرا